بسم الله الرحمن الرحيم اردنا طلبة وطلبات الصف السادس الكدائي اهلا ومحرام بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر اسماعيل حلمي النهاردة ان شاء الله الشباب هنخلص المنهج الترم الاول مع الدرس الثالث والرابع في الوحدة الخمسة يونيت 5 مع فوكس وبراكتيس تايم وبسرعة عيدة عزراء اللايك والشير والسابسكرايب عشان القناة توصل لكل زميلك ويلا بينا نشوف نهاية الترم الاول في الدرس الثالث والرابع في الوحدة الخمسة فوكس تايم عندي هنا بيقولي استمع وردد listen and repeat هنا بيقولي كلمة one second day يعني مرة في اليوم مرة واحدة وهنا عندي twice a day twice a week مرتين وعندي three times تلات مرات يبقى انا محبا عبر عن كلمة مرة او مرتين ثلاث مرات اربع مرات بستخدمت كلمة once a day مرة في اليوم او twice a day مرتين في اليوم او twice a week مرتين في الاسبوع three times a month تلات مرات في الشهر او عندي هنا four times a year اربع مرات في السنة طبعا كلمة times هنا معناها time معناها وقت بس تيجي بمعنى مرات يبقى once مرة twice مرتين three times تلات مرات four times اربع مرات ten times عشر مرات twenty times عشر مرات وهكذا يبقى لما اجا اسأل بقى كم مرة سأل بكلمة ايه سأل بكلمة how often how often معناها كم مرة how often do you or does she read a newspaper كم مرة انت بتقرأ الصحيفة او الجريدة يبقى how often معناها كم مرة يتجاوب عليها باللي احنا قلناها من شوية مرة مرتين ثلاث مرات عشر مرات i read a newspaper انا بقى الجريدة once a month مرة في الشهر او twice a week مرتين في الاسبوع she reads a newspaper once a month هي بتقرأ الجريدة مرة في الشهر يبقى هنا بيقول لي خلي بالك how often يعني كم مرة تستخدم عدد مرات حدوث فعل ما في زمن المواد البسيط هاو how often do هيجي بعدها ايه are you you we they واسم جمع و does he or she or it واسم مفرد و بعدها ايه اي فعل يجي ازا ما اتفقنا بعد يدو او does بيكون في الايه بيكون في المصدر يبقى هنا عندي هنا ممكن اجاب عليها بايه بكلمة once مرة once a day مرة في اليوم twice a week مرتين في الاسبوع three times a month ثلاث مرات في الشهر four times a year أربع مرات في السنة يبقى كلمة a day يعني في اليوم اويك يعني في الاسبوع و a month يعني في الشهر و ايير يعني في السنة او ممكن اجاب عليها بظروف التكرار بتاعت المضارع البسيط مفتيح المضارع البسيط اللي هما always كلمة a بمعنى كل او في كل كلمة a بمعنى كل او في كل قبل كلمة day او week او month او او كلمة او كامحنا ما شرحنا من شوية المثالة هو how often do you visit the museum كم مرة انت بتزور المتحف الإجابة i visit the museum thre times a day 3 مرات في السنة how often كم مرة هو بياخد الدواء؟ الإجابة هو بياخد الدواء مرتين في اليوم ميبدأ اللي هلعى الكلام ده هو بيطعم الطيور مرتين في اليوم مرة في الشهر يبقى زي بيجي بعدها مصدر يا مستر يبقى زي ريد هم يقرؤون انا باخد متر الأنفاء عايزني يقول مرة مرتين يبقى هنا تو مرتين تو تنين تويس يعني مرتين يبقى تويس ادي مرتين في اليوم ماشي نمبر فور هاو دو يو جيت السامبيرن اللي جابها تويس اير مرتين في السنة يبقى هاو ايه؟ هاو بوفن يا مستر يعني كم مرة كم مرة؟ لان اقول لي هنا مرتين يبقى سأل بايه؟ هاو اوفن كم مرة؟ هاو ماتش؟ كم الكمية أو كم ثمن؟ هاو ميني كم العدد؟ هاو اولد؟ يعني كم عمر نمبر فايف هاو اوفن يو ريد نيوز بابر هنا فيه يو يبقى أنا عايز هنا ايه؟ دو على طول الفعل المساعد مع هاو اوفن ياما دو ياما داز داز مع مين؟ مع هي وشي وقت والاسم المفهد دو مع مين؟ مع يو وفي وزي والاسم الجمع نمبر وطبعا هنا بعديه في فعل في المصدر هو ايه اللي بيجي بعدين مصدر ياما دو ياما داز دول لا ار واس مش بيجي بعدين مصدر نمبر سيكس سلمة سلمة بالزور المتحف فور نقط ايير يبقى فور يعني اربع نقط في السنة اربع ايه؟ اربع مرات فور تايمز ايير اربع مرات في السنة ونمبر سيفن ماي فاضر ميدسين توائس ادي بابايا الدواء مرتين في اليوم بابايا ده اسمه مفرد ايه اللي بيجي بعد المفرد فعلا مضاف له اس ميستر تماما ياما ماي فاضر ايه؟ تيكس بابايا بيأخذ الدواء مرتين في اليوم اي اهير كت قصة شعر توائس امانث مرتين في الشهر ايه اللي بيجي مع قصة الشعر؟ جيت او جيت طيب اي بيجي بعدها مصدر او اس؟ مصدر اي مصدر اي جيت انا بحصل على قصة شعر مرتين في السنة وبعد كده عندنا هنا ديالوك صغير كده ايه بيكلم بيه بيقول له هاو اوفن دوز هي جيت اهير كت ترجب كم مرة هو بيحصل على قصة شعر الاجابة هي جيت طالما في هنا دنس في السؤال يبقى الفعل يجي في الاجابة واضح له اس هي جيت اهير كت وبيحصل على قصة شعر توائس امانث مرتين في الشهر هنا نشوف التبريل الصغير دو بيقول لي هنا ايه هنا بيجيب لي السؤال ولا لالاجابة هنا هاو اوفن دو يو جيت اهير كت يو جيت اهير كت كم مرة انت بتحصل على قصة شعر هاو اوفن دو يو جيت اهير كت انا بحصل على قصة شعر توائس امانث مرتين في الشهر طب السورة اللي بعدها بيقول لي هنا امبر تو هاو اوفن دوز شي تيك ميدسين كم مرة هي بتحصل على تأخذ الدواء قال لي هنا ايه ثري تايمز ادي يبقى شي تيكس ميدسين طالما هنا في دوز يبقى الفعل اللي جافي اللي جابة ضاف له اس شي تيكس ميدسين ثري تايمز ادي هي بتاخد الدواء ثلاث مرات في اليوم طب هنا he feed the birds how often does he feed the birds كم مرة هو بيطعم الطيور يبقى he feeds the birds هو بيطعم الطيور once a day once a day مرة في اليوم طيب number four بيقول لي هنا ايه في number four how often does he meet his friends كم مرة هو بيقابل أصدقاء اللي جابة ايه twice a week يبقى هو he meets his friends هو بيقابل أصدقاء twice a week مرتين في الأسبوع twice a week تمام؟ سهل جدا نفوش حالي number five how often do you take the underground كم مرة بتاخد مترو الأنفاء اللي جابة we take the underground five times طالما هنا فيه دو يبقى الفعل اللي جابة اللي جابة مضاف في المصدر وناخد المترو خمس مرات في الأسبوع طب عزين يعمل السؤال هنا she makes bread once a day يبقى how often how often هنا في ايه هنا في s وهنا does العكس how often does she كم مرة هي تعمل ايه big bread تخبز عيش السؤال بيتكون من ايه عدد استفهام فعل مساعد فعل فعل هاو often فعل مساعد does فعل she والفعل big رقم 2 سبعة number seven بيقول لي هنا they take a mass test three times a month هم بياخدوا امتحانة mass رياضة ثلاث مرات في الشهر يبقى كم مرة how often هنا فعله في المصدر يبقى الفعل المساعد how often do they they هم take بياخدوا ها amongst test يعني امتحان a mass test يعني اه امتحان رياضيات يعني اه امتحان رياضيات number eight محلولة بيقول لي هنا how often does he give a speech كم مرة هو بيلكي خطبة الايجابة he gives a speech four times a year اربع مرات في السنة وادي كمان مثال اخير بيقول لي هنا how often does she bake bread كم مرهات تخبز خبز الايجابة she bake bread twice a day مرتين في اليوم general exercise على focus time and practice time هنا بيقول لي choose علي a mass test twice a month علي امتحان رياضيات مرتين في الشهر علي علي امتحان رياضيات كلهم علي max بيكس 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 تيكس ياخذ توكس يتحدث تيكس لديه امتحان رياضيات مرتين في الشهر اي تيك medicine انا باخد الدواء ايه 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 مرتين في اليوم number three بيكس بيقول لي هنا بريد خبز لا متر الانفاق mister underground number five بيقول لي هنا there are twelve نقط do you go to the cinema يبقى ايه كم ايه كم مرة how often كم مرة كم مرة كم ثمن كم 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 عدد كم المدة او كم المسافة كم المدة number eight she bread once a day هي بتعمل ايه الخبز مرة في اليوم يبقى فيه زي تطعم بيكس تخبز gives تعطي كلين زي تناصذي طبعا الاجابة هي takes بيكس تخبز هي بتخبز ال bread مرة في اليوم number one circuit on out تحط دائرة حوالين الكلمة المختلفة وطلع كلمة شبهها once مرة twice مرتين one ثلاثة 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 مرات طبعا بمنطقة البساطة نطلع كلمة one واحد ونحط كلمة four times اربع مرات تمام number two year day month شهر once يعني مرة حط week اسبوع كلها مدة زمنية bird طائر take ياخذ feed يطعم get يحصل على افعال هنطلع bird واسهل الفعل زي ما احنا متعودين نحط جوه واحد قلت طب ايش معنا جوه اسهل فعل مش عايز تحط جوه براحتك حط فعلا تحفظ حروفه number four mass mass رياضيات كار عربية bus to peace underground مترو الانفاء هنطلع كلمة mass طول وسائل مصالات حط عندك bike train تاكسي 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 one تمام البراجراف ما نحن لديك في نهاية الكتاب your school day ندخل على ترتيب الكلمات ترتيب الجمل هبة الفاعل ثم الفعل على طول هبة فاعل ثم الفاعل feeds تطعم تطعم the birds الطيور the birds the birds الطيور الطيور once مرة a day مرة في اليوم number two how لديك تفهم فاعل مساعد how does فاعل he فاعل get how كلمة how how often خلي بالك ما تتصرعش how often how often كم مرة does he get يحصل على get a haircut كم مرة هو يحصل على قصة شعر كم مرة هو يحلق كم مرة هو يحلق تمام how often do you visit the Egyptian Music كم مرة انت بتزور مدحف المصري اله small هنعملها capital how often ما فاش حاجة often do ما فاش حاجة you ما فاش حاجة how do you visit why do you visit تفعل there how do you visit there Egyptian Music Egyptian Egyptian Music وفي الاخر نحط علامة استفام يبقى انا عندي هنا واحدة هنا وواحدة هنا بس خطأ ايه number two he doesn't take my English books he doesn't take my English books اله capital ما فاش حاجة يبقى he doesn't خلي بالك من doesn't فيها ايه فيها هنا apostrophe وهنا T he doesn't take هو لم هو لا يأخذ my English books لم يأخذ كتب الإنجليز بتوعي English دي لغة e-capital books كتب وفي الاخر في نقطة يبقى انا عندي الاول حرف واخر حاجة نقطة سؤال بنك توشنا يا شباب سهل جدا 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 ما ينفعش نغلط فيه خالص الدرس التاني هنا يقول لي reading and your time يعني القراءة وقتك الجميل عندي crazy متحير او مجنون crazy man رجل مجنون little صغير السن او قليل ما يليت البراثر او صغير وقليل معناها قليل مثل little water ما يقول ايه لا pest مزعج او شخص مزعج brother يضايق او يزعج brother شبه كلمة brother فيه R هنا brother brother يزعج او يضايق patient مصبور patient وسعب تيجيب معنى مريض patient صبور older اكبر سنن fear عادل او منصف attention انتباه او اهتمام spend time يقضي وقتا without without يعني بدون والملاحظات على القرية هنا بيقول number one going crazy يصبح حائرا تستخدم كلمة crazy بمعنى مجنون ولكن في هذا الخطاب تأتي بمعنى شخص يشعر بالعيرة بالعيرة زي ما اقول كده بالظبط وطبعا يبحث عن حل المشكلة زي ما اقول هنا number two without يعني بدون بيجي بعدها ايه؟ فعل مضاف له ing he takes my things هو بياخذ اشيائي without asking بدون اذن بيت الكلمات عندي هنا بيقول لي problem مشكلة dear عزيزي لان all the time طوال الوقت friend صديق room حجرة things mom um brother 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 بعد كده عندي كلمة first الاول some بعض كلمة till to معناها يخبر and بيقول لي ملاحظ خلي بالك في النوتس هنا تل someone to يستخدم بمعنى يخبر شخصا Sarah told اخبرتني two mazler Sarah اخبرتني to study hard and اذاكر كلمة have to معناها يجب يملك أو عند أولديه لكن لما نضع كلمة to معناها يجب have to زائد مصدر يجب أن he has to ask هو يجب أن يسأل أولا have a problem لديه مشكلة وعنده مشكلة she has a big problem هي عندها مشكلة كبيرة أو لديها مشكلة كبيرة تصرفات الأفعال فول يتبع فول تابعة ask يسأل ask love loved used 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 يضايق bothered ضايقة برو يستعير برو استعارة وده أفعال منتظمة في التصريف الثاني بنحط لها يئمة ed m i ed زي ما اخدنا في زمان الموضوع البسيط أما الغير منتظم بيحفظ كما هو till يخبر told send send يرسل sent أرسله find yaget found grow up يكبر أو ينمو grow up و هنا عمدي go into went into forget yensa forgot nasya وشوية تعبيرات وحروف جر همة بيقول لي هنا follow me يتبعني يمشي غراي في كل حتة it's not fear هذا ليس عدلا نقولها عند الاعتراض he wants your attention هو يريد جذب اهتمامك او انتباهك what can i do ما الذي استطيع ان افعله او ماذا يمكنني ان افعل وتعالوا نشوف بقى القصة بتاعت الدرس الاخير ده هنا دير سارة دي مقدمة عن الكلام اللي هنتكلم عنه بيقول لي dear sorry is a letter from a newspaper عزيزاتي سارة هو خطاب من جريدة someone wrote it to tell سارة about a problem حد كتبوا لصارة علشان يحكي لها عن مشكلة فايه المشكلة بقى اللي موجودة دي لقى اللي نقاط الرئاسي اللي عندنا a girl is 13 years old بنتا عندها 15 سنة she has a big problem عندها مشكلة كبيرة her brother is a pest اخوها شخص مزعج he follows here all the time هو يتبعها طوال الوقت مش وراها في كل حتة and always bothers here ودايما يضايقها her mother ممتها her mother ممتها tells the hair بتقول لها to be patient وليتها أخبرتها أن تكون صبورة طبعا لازم نطور بالنا على أخواتنا الصغيرين وتعاني اسمع كده القصة التاعة Dear Sara Dear Sara I am 13 years old أنا عندي 13 سنة and I have a big problem وعندي مشكلة كبيرة My little brother أخوها الصغير is a pest يعني مزعج he follows me all the time هو بيتبعني بيمش وراها طوال الوقت and always bothers me ودايما يزعجني ويضايقني and my friends وانا هو أصحابي كمان he goes into my room هو بيدخل حقورتي and he takes my things وبياخد أشيائي without asking بدون ما يستأذن my mom tells me to be patient ممتها طلبت مني لانا أكون صبورة because I am older لأن انا الأكبر سنة هو الصغير it's not fear هذا ليس عدلا جملة اعتراضية what can I do ماذا يمكن أن أفعل going crazy متحيرة يعني شخص متحير هو اللي بيبعت طبعا crazy معناها مجنون معناها متحير تعال نشوف الرد dear crazy عزيزات المتحيرة your little brother loves you very much أخوك الصغير بيحبك جدا and wants your attention وعايز بس من يجزب انتباهك بس spend time with him أعودي معاه شوية tell him he can use your things أخبريه أن هو يستطيع أن يستخدم أشيائك but he has to لكن هو أي يجب أن has to يعني يجب أن ask first يستأذن الأول help him يعني سعدي find some friend زاجة بعض الأصدقاء and don't forget وما تنسيش he will grow up هو منصيره يكبر مش يبدأ صغيرة عطول طبعا اللي كتبت الكلام ده صغيرة ويلا نحل على الكلام ده ونشوف بيتحل إزاي number one I have a big not فقط أنا عندي كبير إيه كبير my little brother أخوي الصغير is a pest مزعب يعني عندي ايه؟ عندي big problem عندي مشكلة كبيرة باركة حديقة idea فكرة time معناها وقت number two I would like to be a teacher أنا أود أن أكون مدرس أو مدرسة when I grow up عندما إيه؟ أكبر grow up يعني أكبر ردينا is going to ومصدر going to يعني أولاد فاكرين؟ يعني سوفة ردينا سوفة نقط a good film a good time وقت كويس in Alexandria ردينا سوفة إيه؟ سوفة تقضي spend يعني يقضي full يتبع ask يسأل أو يطلب يعني يأكل number four your brother أخوك you very much أخوك إيه؟ أخوك بيحبك طبعا adds يعني يضيف starts يبدأ colors يلون loves يعني يحب طبعا الأخوة حبه بعض ماشي؟ number five he always bothers us هو دايما يزعي جناه يبقى هو إيه؟ أكيد مزعج يعني خلي بالك من خداع البصري best دي معناها الأفضل my best friend صديق المفضل و-pist خلي بالك بال-p دي معناها مزعج و-post يعني الماضي و-post يعني بريد يرسل بطاقة بريد أو يرسل بريد خلي بالك من خداع البصري أهيه best كلهم شبه بعض ما تسترعش تجيل الأكساسيز على reading and your time ونبدأ أن نفنش دمانهك بتاعنا عندي هنا كلمة best مزعج كار عربية crazy مجنون patient أو متحير طبعا و-patient معناها مريض أو بتيجي بمعنى صبور دي صفات طلع كلمة car وحط صفة جميلة جدا 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 good مفيش أي مشكلة صفة حط 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 cold حط bad tool أي صفة فلو يتبع parents الوالدين ask يطلب و-take يأخذ أفعال يبقى كلمة parents ده اسم أسهل الفعل زي ما احنا متعودين ايه go number three brother يضايق room حجرة school مدرسة park park حديقة مدرسة zoo حط حيوانات حط مثلا bank أي حاجة سهلة رقم four best brother أخ mother أخت mother sister sister أخت هنطلع كلمة past ده مزعج فضل لنا مين هنا فضل لنا فاضر مش موجود دول أفراد العائلة number five grow up يكبر send يرسل fear عدلا forget answer أفعال طبعا احنا كنتبنا هنا فوق go ما تكتبوش تاني اكتب see يرى سهل جدا ما فوش حاجة نشوف القطعة بتاعتنا بتقول ايه read the passage اقرأ القطعة and answer the questions واجب على الأسئلة هاي لازم طبعا نقرأ نقرأ القطعة ونترجمها ثم نبدأ نحل number one اول حاجة في القطع عندنا بيقول ايه hi i am عادل اهلا انا عادل i follow my older brother older brother اشرف انا اتبع اخي الاكبر اشرف and his friends وصحابه all the time طول الوقت تمشي وراهم one day في فيوم الايام اشرف invited his friend كريم اشرف عزم او دع صاحبه كريم to play عشان يلعب معا when اشرف و كريم went outside to play basketball عندما وين عندما اشرف و كريم خرجوا عشان يلعبوا كورة سلة i went to اشرف's room دخلت حجرة اشرف and took a comic book واخدت كتاب نكت كتاب بتاع حاجات مضحقة when i finished reading بعدما خلصت قرية i followed and kareem to listen to music انا تبعت او مشيت ورا اشرف و كريم عشان استمع للموسيقى اشرف said اشرف l الماضي بتاع c قال you always bother me دايما انت دايما تزعجني you are a pissed انت مزعج i didn't know what a pissed was انا مش عارف يعني انت اي قد اي مزعج هنا بيقول i didn't know what a pissed was هو ما كانش عارف يعني ايه كلمة pissed i found my mom هو لا وجد مامته قامد اسكد وسألها what is a pissed ايه يا بيست دي قالت له my mom said a pissed bothers people المزعج بيزعج الناس then i asked am i a pissed هل انا مزعج ده طبعا الولد اللي بيكتب اللي هو عادل number one عادل went to Ashraf's room and took عادل ذهب الى حجرة اشرف واخد منها ايه comic book Arabic book English book science book science book كتاب علوم English book كتاب انجليزي Arabic book كتاب عربي comic book كتاب حكايات مضحقة comedy نبقى ده الاجابة comic book number two a pissed not people المزعج بيزعج الناس يبقى كلمة يزعج يعنيه في الاربعة دول helps يساعد likes يحب brothers يزعج plays يزعج وين did follow Ashraf's and كريم يبقى هنا الاجابة امتى اشرف راح ورا اشرف امتى عادل راح ورا اشرف الكريم اللي جابه بعد اما خلص اراية يبقى وين يبقى وين عندما هو انهى reading القراءة number four وضيت اشرف كول عادل كول معناها ايه يعني اطلق على او سمى اشرف سمى عادل ايه قال له ايه قال له انت بست قال له you are a best قال له you are a best انت شخص مزعج you are a best الايميل محلول عندك في نهاية الكتاب في الكتاب المعاصر ويلا نشوف choose ترتيب الكلمات ترتيب الجمل عندي هنا what ما او ماذا طبعا هنا what is يبقى اللي جابه crazy problem يبقى اللي جابه what is crazy problem ما هي مشكلة المتحيرة is number two my little brother slash my little brother أخويا الصغير أخويا الصغير أخويا مزعج ويزعجني وأخويا في الآخر نقطة يقول لي أمنية بسمة بولدر مفهاش حاجة ثان مفهاش حاجة وبسمة مفهاش اي حاجة وفي الآية اخذ كويس شام مارك الموجودة ال i بتاعت is وال o بتاعت ابنية ده الخطأ من اللي عندنا my little brother is a pest my little brother اخويا الام سمون هنعمل لها كابتل my little brother اخويا الصغير is a pest اخويا الصغير ده ايه شخص مزعج وفي الآخر في نقطة كم حاجة اتنين انا ده ال i'm بتاعت my والنقطة اللي في آخر الجملة وكده خلصنا منهج الصف السادس اتراقي كونتوانوا طيبين فاضلينا بس آخر فيديو في المنهج هنزل الاختبار الخاص بالوحدة الخامسة اختبارين الاخرين الفيديو اللي جاء ان شاء الله وبعد كده نبدأ نشتغل في كراسة المعاصر ونحل بقى على المنهج كله تاني نراجعوا تاني بسرعة وكمان هنحل امتحانات على المنهج كاملا كان معكم مستر اسماعيل حلم اتمنى لكم التوفيق والتفوق وبسرعة اعذر الله اشتركوا في الفيديو وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة